مرحبا بكم مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا اللبت المباشر الصباحي تحية صباحية عطرة نتوفى لكل المتابعين أينما كانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب كنقول لكم صباحكم بروك صباح اليوم والبركات وبداية أسبوع موفقة للجميع ربما دائما في إطار هذا البرامج اللي كان ديره لكم ومن أجلكم فكلكم تابعتم معنا واقعة اعتداء قاصر على شرط مرور هنا بمدينة أقادين وهذا الاعتداء الجبان وهذا الاعتداء اللي سنكروا الجميع ومرة أخرى نعلن يعني التضامن دينا طبيعة الحال مع رجل الأمن اللي كان يقوم بالمهام دياله الوظيفية والمهام المنوطة به لي يتلقى ضربة غادرة من طرف واحد شاب اللي هو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة بشكل متهور ضربة على مستوى الظهر وأخرى على مستوى الفخذ ما أدخله يعني المستعجلات بعد الإصابة دياله بجروح غائرة فنتمنى له الشفاء العاجل ونرجع للدويه والأهل دياله سالما غانما وأن يعود إلى مهمه إن شاء الله فهذا الحادثة إخواني الكرام يعني عاد النقاش من جديد حول يعني شباب اليوم وجيل اليوم يعني حول هذا التهور وهذا الطيش يعني اللي ولا كي تصف به شباب اليوم وجيل اليوم وأصبحت ربما من بين السمات والعلامات دياله يعني مثل هذه الأحداث المأساوية وهذه الأحداث المؤلمة فسؤال مطروح من يتحمل المسؤولية وأين الخلل ولماذا أصبح جيل اليوم طائش بهذا الطريقة ونجد أن جيل اليوم يتورط في أعمال خطيرة جدا ربما غياب الوازع الأخلاقي غياب الطربية فأوليناك نسمعه عن أخبار السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض جرائم القاتل ربما مدينة الدربية اللي اهتزت في جريمة للمريم اللي تورط فيها قاصرين يعني شباب مقدبل عمر فأيضا مجموعة من الأحداث الدموية والأحداث الصادمة اللي كيكونوا الأبطال لها هؤلاء القاصرين يعني يقوليناك نتسألو أين التربية داخل البيوت لماذا أصبح يعني شباب اليوم متهور وطائش وليك يحمل مع السلاح الأبيض وليك ينفد يعني أعمال إجرامية بحط طريقة درامية واحط طريقة تراجدية اللي كتخلينا مأسي وهنا كنت تسألو لماذا آآ شباب اليوم أصبح يتجه أكتر للإنحراف عواض الاتجاه لمجموعة من الأمور مثل الرياضة مثل أنه نوجده متفوق في مجالات متعددة كما آآ في السابق كما أجيال السابقة يعني آآ ربما هنا كي نغيب المراقبة الأسرية والوعي العائلي بدرورة التربية الحسنة وأيضا آآ يعني الناس ولو كيخليوا الشارع هو اللي يربيه ولو كيخليوا يعني آآ الأطفال ديالهم عرضة للشارع عرضة للتشرد عرضة للضياع كتوجد الآآ الأب والأم يعني منهمك يعني في البحث عن لقمة العيش وكينسى يعني فلدات الأكبات ديالهم اللي كيمشيوا للشوارع وكيتعلمهم جمعة من الأمور وكيتعلموا يعني الإجرام كيتعلموا الانحراف وكنشوفوا يعني بعد ما قلت لولي وقت كتردد يعني المربي رأى مربي من عند الله لا يا أخي لا يا أختي فالتربية آآ تنطلق من المنزل يعني التحسيس بالوعي ينطلق من المنزل أنك تربي الإبن ديالك على المواطنة الحق على أن يكون عنصر صالح داخل المجتمع فهذا ينطلق بطبيعة الحال من المنزل ويكتمل داخل مؤسسات الدراسية وبالتالي فصراحة هناك نشوفوا أن شباب اليوم وجي اليوم يعني واخد واحد المنعطف خطير جدا اخد واحد المصار له وماشي المصار دياله كناك نتمنى ونمنى النفس باش أن نشوفوا يعني الأطفال ديالنا والقاصرين المراهقين يعني نشوفوهم يعني متفوقين في مجالات عديدة نشوفوا يعني آآ القاصر المغربي أو المراهق المغربي أو الشاب المغربي يضرب بالمثل في يعني صناعة يعني الفكر صناعة المجد صناعة الإبداع وأيضا الرياضة والتحليق عاليا في مجموعة من المجالات اللي ممكن هذا الشاب أنه يفجر فيها طاقة ديالو في الجرفة يعني المكبوتة ديالو وعوض أنه يتجه لنا الإجرام فكيف يعقل يعني يا أخي أنك يعني تسمع قاصر عنده سبعتاشر سنة ولد الفين وثلاثة أنه يحمل ساطور ويعتدي بشكل همجي ووحشي على الشرط دنبه الوحيد هو أنه فقط كان يزاوي العمله فهذا لا يمكن أن نقبله بتاتا ولا يمكن أن يقبله أي عقل كيفما كان فصراحة حولنا كنشوفو هاد الأمور وطبيعة الحال خرجت على السيطرة ربما الأسار يعني التربية دي لأبناء ديالهم خرج على السيطرة والتالي فكنشوفو أن الإجرام يعني انتشر في الشوارع ديالنا وأيضا في الأزيقة ديالنا كل أبطال دياله وطبيعة الحال هم القاصرين فصراحة مقامة قال إخواني الكرام فا شكرا لك عبدالإله الدودي كيقول الله يدير تاويل ديالخير هذا شيء ما يبشرش بالخير أكيد أخي لا يبشر باتة بالخير وفنيار كتقول هذا هو الخطأ هو اللي كيديرو الوالدين فبطبيعة الحال الوالدين يعني هم من يتحملون المسؤولية وبالتالي المسؤولية الجزء الأكبر دياله يتحملوها الأب أو الأم يعني اللي كيمشي كيقلب كيصحاب يعني ربما أن الحياة وحدها فقط هو البحث عن نقمة العيش هي مزيان الإنسان يمشي يقلب وكل ولدته لكن لا يمكن باتة بأي حال من الأحوال باش أن الإنسان أنه يخلي التربية للأبناء ويخلي الشارع هو اللي يربي فالشارع لا يمكن أن يربي لنا أجيال اللي تكون أجيال متقفة أجيال لطبيعة الحال اللي تحمل مشعل الغد وتبني لنا مغرب آخر وهو مغرب يعني التنور مغرب المجد مغرب الإزدهار فإخواني الكرام ربما يعني هذا الأمر بطبيعة الحال كنت من أنه إن شاء الله يعني يتغير النظرة دي الأباء تجاه الأبناء دي لهم تكون واحد الرقابة يكون يعني أيضا حتى المنظومة دي التعليم فهي يعني عقول الشباب وأن توجههم نحو أشياء جبيلة أشياء اللي ممكن أنها تنفعهم إخواني الكرام فبطبيعة الحال حتى أيضا المدرسة ربما هي الأخرى لها جزء كبير من هذا الأمر اللي لنا نشوف اليوم فالأبوين يعني تملص من المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتكوين جيل ناضج عاطفيا وفكريا وعقليا وبعض هؤلاء الأباء هم كذلك ضحايا يعني التربية الخلقية وانعدام الخبرة في الحياة والاستعداد للحياة بطبيعة الحال بعد ما كنشوف يعني أسرة يعني أه تهجر من المدينة نحو تهجر عفوا من القرية نحو المدينة وبالتالي فهذا شيء يعني حتى أيضا البيئة تتغير على هذا الطفل وكنشوف أن الطفل يبدأ يعني المراهق يلوه ويفتح عينه يعني في المدينة بعد ما كان في القرية وبالتالي حتى أيضا هذا واحد العامل من بين العوامل اللي كتخلي أن ربما يعني المحيط للتغيير على هذا الطفل كيخلي أنه يتجه الاتجاهات أخرى وأيضا كيصبح يعني أنه سير الأقران ديال اللي كيشوفهم يعني كيجروا بعض تصرفات الطائشة وهو الآخر ينساق داخل هذا النساق ويجنح بطبيعة الحال نحو الإجرام ونحو يعني السرقة وغيرها من الأمور وتناول مخدرته وغيرها أيضا وحمل السلاح الأبيض يعني ما كيبقاش يعني طفل منهمك يعني في المدرسة فقط فأيضا غياب كما قلت الرقابة الأسرية غياب دور الآباء غياب دور المدرس والمعلم المربي مربي الأجيال اللي كان في السابق اليوم ربما حتى أيضا فشل المنظومة التعليمية والتي تنتج لنا هذا النماذج السيئة و يصبح أيضا العنف متبادل داخل الوسط المدرسي فاللينا كنشوف احتى أيضا القدوة السيئة اللي يعيشوا هؤلاء يعني الشباب هؤلاء القاصرين يعني كالناس اللي كينشروا تقف يعني ديال بأن يعني شباب بدخلوا للسجن في سن صغيرة ويحكونا خروجهم يعني لهؤلاء عن مغامرتهم داخل السجن التي لا تنتهي وبالتالي هذا شي كيبرمج عقل الطفل على المضيف هذا المصار يعني واللينا كنشوف بأن يعني كيتخذ يعني هؤلاء قدوة ونموذج آخر بالحي حيث يتأثر هؤلاء القاصرون والشباب بأحد النماذج يعني اللي كانت أخذت تجربة سجنية ويحاول أن يقلده أو يمشي على نفس المصار يا أخي يا أختي الكريمة يعني ما دان بهذا الشرطي يعني اللي كي مارس المهام دياله يعني ما دار للتشيح جات تعدى عليه بوحد طريقة همجية فهذا غير مقبول باتة ولا يمكن أن نحمله المسؤولية المسؤولية الكاملة يتحمل وهذا القاصر وبالتالي فتم التوقف دياله وسيخضع الإجراءة القانونية اللازمة فهذا الصدد وأسرته هي التي ربما لم تحسن تربيتها فعبدو أي تعلي الإنسان ابن بيئته الأصل يبقى أصل مهما حدث أكيد يا أخي منفوسك يقول انتشار فساد ورشول المغرب إلى أين شكرا لك صابيح محند يقول دولة تحمل أيضا مسؤولية تحية لك عبدو يقول تعليم وكذلك الوزيع الديني يا أخي فولينا نشوف آآ أن ربما نوال سيس اللي حول القاتب العظيم شكرا لك آآ فصراحة يعني آآ أمينة أختي يعني ما كانت تحدث إحنا في هذا الصدد نتحدث في يعني في آسيق آخر لهو يعني غياب التربية غياب يعني آآ منظومة التعليم لما بقيت ربما آآ أصبها الخلال ومبقيت دور ديلها كما ينبغي ولات يعني ربما كتنجلين مثل هذا النماذج ديال الطيش ديال إشرام آآ وأيضا كنشوف يعني قاصرين يعني يظهرون في مجموعة من الفيديوهات حاملين يعني أسلحة بيضاء السوء المطروح كنشوف فينا هما والديهم علاش يعني هؤلاء القاصرين ما يكونش المكان ديالهم هم الأندية الرياضية هو يعني آآ الإبداع وأيضا الفن وغيرها من الأمور اللي ممكن أنها الطفل يعني أو هذا الشاب أنه يقضي فيها أوقات الفرق دياله عواض أنه يفكر في هذا الإجرام ويفكر أنه يتجهل هذا المناحي اللي هي خطيرة جدا وستؤثر على مستقبله وأيضا غادي تخلي الأسرة دياله تعيش معه في عذاب وعداب فصراحة آآ الأخلاق ديالنا اليوم وتغيرت وأصبح الإجرام هو السائد وأصبح الطيش هو السائد داخل الشوارع ديالنا ولنا كنشوف أنه غياب الأسرة التي لا تستطيع بطبيعة الحال أن تقدم يعني أي إضافة لابن ديالها وتترك الشارع هو الذي يتكفل بالتربية دياله وهو يعني النتاج اليوم نحصو الطمار يعني الإهمال ديالنا وعدم قيمنا بالدور المنط بنا كمربين وكأبا وكأمها ديال هؤلاء الأبناء يقول لنا كنشوف أن الطفل ربما حتى داخل المنزل يعني وهو صغير يردد بعض العبارات ولا نسأله لما أين تعلمت هذا ولماذا أصبحت تتصرف هكذا كلها أمور ربما الإهمال هو اللي خلنا يعني أننا نوصل لهذا الأمر بتليفة اليوم نحصد يعني الطمار غاليا وسندفع مستقبلا يعني ثمان غاليا ديال غياب الرقبة الأسرية وغياب أيضا تربية الأبناء فليوم اللي نكن نشوف نماديج ربما يوم أمس اعتداء على شرطي ربما غدا سنرى مسلسل آخر وبالتالي فكنت من نوم الله تعالى وبركته أنه يحدد لباس إن شاء الله نشوف شباب ديالنا شباب اللي ممكن أنه يضرب به المثل في مجموعة من الأمور في الإبداع في كرة القادمة في الرياضة فأيضا أنه يحمل مشعل الغد إن شاء الله كنت من أيضا حتى الأسر يعني تقوم بالدور ديالها وإن شاء الله يعني تحسن تربية ديال الأبناء ديالها عوض أن تتركهم عرضة للشارع والضياع والإنحراف والتشرد وتعلم الإجرام فنسأل الله سلام وتحية للجميع وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر